بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة مع بعض في مادة برمجة مادة برمجة حاسب اتنين. آآ ان شاء الله طبعا آآ هنبدأ في آآ الجزئية الجزئية التانية في البرمجة الجزئية الاولانية كانت جمل التحكم. وكان فيها آآ ازاي نعرف آآ نبني برنامج بسيط في جمل تحكم زي وكان آآ ازاي نعمل آآ حلقات او دورات. زي والحاجات دي كلها المفروض ان احنا خلاص درس درسينها وعارفينها في مادة برمجة حاسب واحد. مادة برمجة حاسب اتنين هي امتداد لمادة برمجة حاسب واحد. وحندرس فيها المفاهيم المتقدمة شوية. حندرس فيها الوجهة الرسومية. ليه? البرمجة. يعني لو عايزين نعمل يعني برنامج بوجهة رسومية. عايزين نعمل برنامج زي البرامج اللي منشوفها في المحلات الكبيرة زي مسلا زي باندا زي زي اكسترا زي زي المستشفيات. الكلام ده كله في برامج. البرامج دي هنبدأ نشوف يعني آآ او الشكل اللي هيظهروا قدامي على البرنامج. مش مش اوامر بقى ولا اللي هو آآ لأ احنا هناخد الجزء الرسومي هنشوف حاجة قدامنا شغالة فعلا وحنبدأ نعمل حسابات عليها. هنستخدم نفس الادوات اللي احنا استخدمناها في مادة برمجة حاسب واحد. ولزيك حتى لو واحد يعني لو 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 حدي فيكم ما آآ اول مرة ياخد المادة برضو يعني مش اول مرة ياخد المادة خلاص برمجة حاسب واحد. لا احنا هنراجع على المفاهيم الرئيسية اللي المفروض نكون يعني انا هغطي كمان بعض جزء من مادة برمجة حاسب واحد. يعني انا مش هسيبكم. ان شاء الله نبدأ مع بعض. وان شاء الله ننتهي مع بعض ويكون كل واحدة فيكم تعرف تبني تبني تطبيق كامل من ان هو يعمل حاجة معينة. يعمل معينة. يعمل مهمة معينة. يعمل حسابات معينة. فده هنشوفه ان شاء الله مع بعض. ده ده المجمل بتاع المادة. المادة ان شاء الله هتبقى فيها آآ تلاتين درجة لأعمال السنة. في ستين درجة لأعمال السنة. منهم تلاتين امتحان من الترب. وتلاتين على الانشطة والواجبات والكوزات والحاجات دي. وآآ اربعين درجة ان شاء الله في الفاينال. يبقى لجمال. دكتور? نعم تفضلي. دكتور معلش بسعلي لصاتك شوية. طيب حاضر. كده كويس? ايوة كده تمام. طيب. مايك بس كان بعيد ماشي خلاص كده. طيب. تمام? آآ بالنسبة للمادة زي ما قلنا احنا هتبقى متقسمة لآآ اربع ليه مية درجة. طبعا مية درجة هتقسمه لتلاتين متر. تلاتين تانيين اعمال سنة وانشطة وواجبات وحاجات زي كده. زائد الاربعين متول فاين. ده بالنسبة للدرجات وتوزيع الدرجات. طيب. آآ لو تعثر بالنسبة لي اي حاجة آآ في المحاضرة انها تكون بس مباشر. ان شاء الله هيبقى فيه تسجيل وحبعت لكم التسجيل. يعني برضو عشان ما نعطلش نفسنا بسبب اي مشكلة تقنية. تمام? ده بالنسبة للسيستم اللي احنا هنمشي به مع بعض ان شاء الله. طيب. آآ بالنسبة ليه الفصل الاول? الفصل الاول هيبقى فيه الفصل اول وفصل تاني هناخد فيه الوجهة الرسومية. تمام? خليكم معا كده هفتح برضو عشان اعرفكم المحتوى العام. آآ الجزء التاني الفصل الاول والتاني هناخد فيه الوجهات الرسومية. الفصل التالت حيبقى فيه حاجة اسمها الدوال. هندرس يعني دوال وحنعرف يعني نعمل دوال بسيطة. آآ بعد كده هندرس المصففات. بعد كده هندرس البرمجة الشيئية. بعد كده هندرس حاجة اسمها الوراثة في البرمجة الشيئية. واخر حاجة هناختم به. تعدد الاشكال. حاجة اسمها او تعدد الاشكال. طيب ده بالنسبة للمحتوى المحتوى المادة بالكامل. ط候 المحتوى بتاع الفصل الاول. المحتوى بتاع الفصل الاول هنتعرف يعني وجهة رسومية بس. يعني هنشوف يعني وجهة رسومية. هنشوف مثال بسيط على برنامج يعمل وجهة رسومية بسيط. هنبدأ بالنسبة للوجهة الرسومية زي ما انتو شايفين طبعا الاول كنا بنشتغل بالاوامر كنا بنطلع المخرجات بتاعت البرنامج على الشاشة السامرة اللي انتو عارفينها لكن احنا دلوقتي هنبدأ نطلع نطلع ويندو والويندو هذه يعني نرى فيها كل الادوات التي يمكن التحكم فيها يعني ويندو تظهر وهذه الويندو فيها بعض الادوات يمكن استخدام الماوس للوصول للوظائف المختلفة اللي البرنامج بيقوم بعمله الوجهة الرسومية بالانجليزي بيسموها الـ Graphical User Interface أو الـ GUI أو الـ GUI أو الـ Graphical User Interface دي اسمها وجهة المستخدم بتخلي في تفاعل بين المستخدم بشكل رسومي أحسن من الاول بدل ما نقعد نكتب أوامر لا بقى فيه ماوس بقى فيه buttons ونضغط على buttons نعمل الوظائف اللي احنا عايزينها وبيسموها العناصر الرسومية دي بسموها عناصر التحكم طيب لو انا عايز اشتغل بقى واعمل برنامج في برنامج اسمه Visual C++ Visual C++ هو اللي المفروض حنشتغل عليه لان دي بتاع المادة موجهنا لان احنا نتعلم برمجة شيئية ولتعلم Polymorphism والحاجات دي كلها موجودة في Visual C++ يا دكتور تفضلي دكتور معلش بصوتك بعيد صوتي بعيد طيب حاضر ثواني دخلنا مع بعض اول حاجة هننزل Visual C++ منين هندخل على الرابط ده اوقف وبعدين هندخل على الرابط ده هننسخه كده الكلام ده هنعمله في بعد ما يخلص المحاضرة هتعملوا الكلام ده آآ هشير هعمل شير لي هعمل شير للسكرين كلها عشان تشوفوا طبعا دي كمان اهو ده مفروض دلوقتي الصورة واضحة قدامكم الويبسايت بتاع الفيديوالستوديو لو مش واضحة اقوله مكتوب ده ايه الموقع بتاع سي بلس 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 هنضغط على انا اشتغلت على فحننزل فحيقول لي والله انا هنزلك النسخة دلوقتي لو مش هتنزل اضغط على هنا فاية نزلت الحمد لله من هنا تمام? وهتنزل دي وهنضغط هنا وهيمشي معانا بالخطوات يعني ما اضغط تلوقتي اهو. هيقول لي ايه? ده وكده. خدوا بالكم في حاجة مهمة جدا لازم نقولها انه ده طبعا هاخد وقت عندكم لان انا منزل قبل كده فعشان كده ما اخدش وقت. حاجة مهمة جدا. مايكروسوفت ده منتج مايكروسوفت. شركة مايكروسوفت هتطلب منك اليوزر نيم والباسورد فاعطيها اليوزر نيم والباسورد بتاع الجامعة. اللي هو الايميل بتاع الجامعة. معرفش هل عندكم ايميل جامعي ولا لأ? هل في ايميل جامعي? تمام? في? هل خدتوا ايميل من الجامعة? لأ. طيب النوف انت اخدت ايميل ايميل اه اتاي بايو دوت اي دوت اس اي. المفروض ان كل واحدة فيكم بتسجل على البلاك بورد ليها اا اا ايميل. لو يعني لو انت يا نوف عندك ايميل عرفيهم ازاي اخدتي. يعني على الجروب كده بقى يعرفيهم ازاي ياخدوا ايميل. لان من غير الايميل مش تعرفت نزيل النسخة الاخيرة دي. فحنقول اا يعني الخطوات اللي هتيجي. طبعا انا مش هتظهر الخطوات لان انا نزلت خلاص اا لا الايميل الشخصي ما ينفعش لازم مايكروسوفت عشان تنزلك لان النسخة دي بفلوس. فهو لو لو تأكد ان انت معاك ايميل جامعي اي دي يو اخره اي دي يو. الايميل في البلاك بورد ايوة بتاع البلاك بورد. المفروض هو. تمام? الايميل بتاع يعني بيبقى موجود في البلاك بورد. التواصل بيبقى من خلاله في البلاك بورد. يعني البلاك بورد اول ما بعتلكوا اعلان فيجيلكوا على الايميل على طول. اللي متسجل. معرفش بقى ازاي تدخلوا على البلاك بورد وتطلعوه فممكن زميلتكم نوفت يساعدكم او اي حد يعرف يساعدكم. وانا برضو لو عرفت الطريقة هحقول لكم عليه. طيب. ده بالنسبة هتمشي معاكم خطوات بالشكل ده. انا طبعا الخطوات دي كلها انا مش هعملها لانها خلاص عملتها بس انا عملت لها عشان تبقوا شايفينها. اول حاجة ده هينزل معاك وياخد وقت شوية. بعد كده اه هتلاقي في اختيار كزا حاجة ممكن يقول لك كزا حاجة يعني ممكن تكون حاجة واحدة ممكن يقول لك دي بس زي ما حصل عندي او اكتر من حاجة لو اكتر من حاجة اختري منها يعني اختري دي بس متختريش حاجة تانية. وانستور بعد كده انستور خد بالك من المساحة لازم تكون المساحة دي كافية. بعد كده هيظهر الشكل ده هيبدأ ينزل او المكونات اللي انت اخترتيها. فاصبروا عليه لحد ما يخلص تحميل للاخر. وبعد كده هتلاقي يقول لي خلاص انا نزلت كل حاجة بس لازم تعملي ريستارت اعمليه اضغطي على ريستارت للجهاز. فيبدأ خلاص يظهر لي الفيجوال استوديو. لو فتحنا الفيجوال استوديو كده هون هنضغر من هنا سيرتش فيجوال استوديو هتلاقي فيجوال استوديو الفين وتسعتاشر نزل عندك. هتضغطي عليه. اول حاجة محتاجين ان احنا ننزل حاجة اسمها يعني الخطوات دي هتعملها مرة واحدة. اللي جاية دي ان شاء الله. بس ان ما يفتح. ايو انا بعدت عن المايك شوية وقربت منه تاني. يعني ايه? آآ طيب. الخطوات دي هنعملها آآ هنعملها اي حاجة هنعمل آآ 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 نفتح نيو بروجيكت. وبعدين هنختار بلانك سوليوشن اي حاجة يعني هنختار بلانك سوليوشن. آآ بلانك سوليوشن ماشي نكست. ماشي نكاريت. هنبدأ نعمل كريات ويطلع للمنظر ده. فانا هبدأ عامل ايه? آآ هبدأ هنا في حاجة اسمها اكستنشن. فحقول ماناج اكستنشن. وانا في الماناج اكستنشن هتغط هنا واكتب الجملة دي اللي هي دي شايفين? هكتب الكلمة. آآ دي. طيب دي لازم هتعملوها. هتلاقيوا في حاجة اسمها سي بلاس بلاس سي الار ويندو فورمز فور فيجوال استوديو الفين وتسعتاشر. هتبدأ وتضغطوا عليها هتلاقي في حاجة اسمها اضغطي على اضغطي على اضغطي على اضغطي. انا طبعا عشان عملت اصلا فعمل لي علامة صح ان المكون ده موجود عندي. تمام? واضغط على ده واعمل يبقى انا نزلت كده ايه? البيجوال سي بلاس بلاس عندي ممكن اعمل برامج بها بعد كده. خلاص? ممكن اعمل برامج بلاس 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 اللي هي بسموها السي بلاس بلاس سي اللي اهرش. تمام? ده ده الخطوات الاولانية اللي احنا هنعملها مرة واحدة. يعني الخطوات دي هنعملها مرة واحدة وخلاص. وانا كاتب لكم الخطوات بالتفصيل في والصورة عشان ما يبقاش في مشكلة معاكم بالخطوات بتاعته. تمام. عايزين نفتح مشروع جديد? آه هو بتاحنا مشروع جديد. هنشوف كده مع بعض. اللي المفروض نعمله ايه? اوكي. طيب. ده بالنسبة للفيديو ستوديو هنعمل هنفل دي خالص. احنا عملنا خلاص نزلنا اللي احنا عايزين وهنرجع نقول سيرش ونكتب فيجول سي بلس بلس. او فيجول ستوديو تاني. فيجول ستوديو الفين وتسعتاشر. فيجول ستوديو الفين وتسعتاشر. طيب. هنعمل الكلام ده مصح. هنعمل اكيد انا منزل نسخة تانية. هنشوف تلاتة دي. اللي مكتوب عليها تلاتة دي. انا طبعا انت هتبقى عندك واحدة بس. لكن انا عشان ممكن انا منزل نسختين. فانا اشوف تلاتة دي ممكن هي اللي بيبقى فيها اللي انا عايزه. انتو طبعا مش حايبة عندكم لا تلاتة ولا اتنين. انا بس عشان نزلت اكتر من نسخة قبل كده. فعمل لي رقم تلاتة جنبها. برضو هنشوف مع بعض الخطوات عشان نعمل برنامج. احنا دلوقتي نزلنا الفيزيول ستوديو على الجهاز. ودلوقتي بقينا نشغل الفيزيول ستوديو عشان نعمل برنامج. اول حاجة اول برنامج هنعمله مع بعض دلوقتي. هنضغط على. بعد كده بالزبط هو ده المنظر اللي انا المفروض ان احنا نلاقيه. هنلاقي اخر اختيار خالص خالص هتلاقي فيه حاجة اسمها CPP CLR Windows Forms Project. هنضغط عليها ونعمل next. وبعدين نختار الاسم. مسلا نكتب اسم مسلا ايه? first program to some numbers. خلاص. وبعد كده هنعمل place solution project in the same directory. لازم اختارها? فيه اه في مشكلة في الشاشة يا بنات. بالنسبة للمحاضرة مسجلة. فعشان كده ما فيش مشكلة لو فاتكوا حاجة. المحاضرة ان شاء الله مسجلة. هتشوفوا الحاجات دي تادي. يعني هتلاقوها موجودة بتسجلة بنفس الجودة بتاعتك. فلو ظهرت عندك فيها مشكلة شوية مش مشكلة. هبعط لكم التسجيل يكون فيه عليه كل الخطوة. ده بالنسبة ليه? كتبت الاسم المشروع اهو فوق. وبعدين اه ضغط على ده ان يعني انا عايز سوليوشن جواه. وبعدين اضغط على كريات. ضغط على كريات. هيبدأ يكريات لي البروجيكت او يعمل بروجيكت جديد. هيحمل شوية اول مرة. هيبدأ يحمل وحي يعني هيبدأ اشتغل معايا شوية. خلاص كده طيب الوجهة الرئيسية بتاعت المشروع او الوجهة الرئيسية بتاعت الفيديو ستوديو هنشوفها دلوقتي مع بعض. طيب دي الوجهة الرئيسية بتاعت المشروع اللي احنا عملناه. عندنا في حاجة اسمها المينيو بار او شريط القوائم فوق. والتول بار او شريط الادوات. وعلى الشمال حاجة اسمها التول بوكس هنشوفها دلوقتي. اللي هي صندوق الادوات وعلى اليمين اللي هو البروجيكت اكسبلورر اللي هو مستكشف المشروع. اللي بيبقى عليه اللي بيبقى عليه كل الملفات الخاصة بالمشروع مرتبة ومنظمة في شكل مجلدات. ده اللي هو البروجيكت اكسبلورر. بعد كده تلاقي فيه الخصائص الخاصة بكل عنصر. وهنا اللي هي الشاشة بتاعت الخاصة بمخرجات البرنيان. طيب اول حاجة هنبدأ نضغط عليها هنضغط هنا يمين كليك. هيظهر لنا حاجة اسمها فورم وان. فنضغط على فورم وان. دي هي الويندو الرئيسية اللي احنا هنشتغل عليها. دي الويندو الرئيسية اللي المفروض نشتغل عليها. دي اول حاجة ظهر عندنا التول بوكس بالكامل اهو. صندوق الادوات اللي بشيل منه الادوات وحطها على الفورب. لما شيل اداة من الادوات اهو. لو شلت البتن كده. فبلاقي البتن اللي انا اخترته ده. هتلاقي الخصائص بتاعته هنا. يعني انا مثلا خصائص. لو انا عايز اغير النص المكتوب على البتن. روح على البتن واكتب زر الخروج. مسلا. فاهمين? ده اتغير. اضغط عليه الاول خدوا بالك. اضغط عليه الاول. وبعدين هروح الاقي الخصائص بتاعته. هتلاقي كلمة بتن وان. مكتوبه فوها. بتأكد لي ان بوتن وان ده هو اللي عليه الخصائص. لو انا اضغطت برة هيغير دي وخلاها فورم وان. يعني الخصائص دي بتاعت فورم وان. بدليل لنا لو غيرت هذا يعني غيرت النص ده هذا اول برنامج لنا ايه اللي يحصل? هتلاقي كلمة هذا اول برنامج لنا فوق هاي. يبقى معنى كده لو ضغطت برا كده هيزهر لنا لو انتم شايفين مربعات البيضة دي دي معناها انا مختار الفور لو بصيته هتلاقي المربعات البيضة دي حوالين مين? حوالين الزر. ده معنى كده ان انا ما اضغط هنا يغير للخصائص لما اضغط هنا يغير لي الخصائص. خدوا بالكمين دي. لما عايزين تعرفوا انتم فين فاني خصائص بصوا على اللي فوق ده. فورم وان يبقى معنى كده النموذج. لو بصينا هنا هنلاقي بطن وان يبقى ده اللي هو البطن نفسه. اي حاجة عاملة هنا هتغيرلي على البطن. يعني انا مسلا لو عملت اه لو عملت اللي هو زر اللي هو لون لون الكتابة. لو غيرته للون مسلا الاحمر او الازرق اهو. شايفين زر الخروج بقى الخروج بقى باللون الازرق. يعني اي حاجة غيرها هنا معناها تظهر على الحاجة اللي انا ما اختارها هنا. تمام? طيب ايه الخصائص المهمة في زر البطن? او الخاصية اللي هي خاصية النص. ودي خلاص عرفناها. اهي. زر الخروج. بعد كده تاني خاصية اسمها خاصية. حنشوف مع بعض كده. حنشوف الحاجة المهمة. خاصية الاسم. الاسم دي لازم نشوفها الاول. اهو الاسم. شايفين الكلمة اللي فوق دي? بطن وان ودي بطن وان. انا لو غيرت دي خلتها بي تي ان هنعمل برضو ايه? كده مع بعض بي تي ان اجزت. ده زر الخروج. انا لازم اميز كل زر موجود على الفورمة باسم مختلف فبقول بي تي ان اجزت معناها زر الخروج. ده بقى هيظهر فين? لما اضغط هنا هيظهر لفوق هنا. بي تي ان اجزت ده اسم البطن اللي انا مختاره. بيفيدني في ايه الاسم ده? بيفيدني في البرمجة. طب انا عايز اعمل برنامج يخرجني من النموذج ده. يعني هعمل برنامج يخرجني من النموذج ده. يعني هشغل النموذج وبعد كده النموذج ده لما اضغط على زر الخروج يخرجني من البرنامج بالكامل. هضغط هنا وبعدين هروح على آآ هعمل دبل كليك عليه على طول. يعني لو عملت دبل كليك عليه على طول. دبل كليك عليه اهو. بعد كده اقول لكم موضوع الاحداث ده. ده هيعمل لي اسمها حدث اسمه كليك. يعني انت لو لو عملت نقر على البطن ده ايه اللي هيحصل? انا عايز اللي يحصل يكون ابليكيشن. انا عايز كده. ابليكيشن اكزيت. يعني ايه في الابليكيشن? ده اول امر ممكن تتعلمون النهاردة. فحعمل آآ. هعمل ازاي? هروح على الفورم واحد تاني. عشان اتأكد ان انا كنت كده سليم. ما فيش مشكلة. وبعدين هقول له رن. شايفيني الزر الاخضر ده هو اللي بيشغل البرنامج. احنا دلوقتي في حالة التصميم. في حالة التشغيل هي لما اضغط على الزر بتاع الرن. اعمل هيس. هيطلع لي الشاشة. بتاعتي. طبعا بياخد وقت هنا المخرجات بيعرض لي كل الايه? المخرجات بتاعتي. وبعدين بيظهر لي احو سواني لسه ما ظهرش الفورم. الفورم هي. لو انا فورم عادية خالص زي بتاع الويندوز بقى حركها يمين شمال. بعمل لها بعمل لها بكبرها. شايفين الزر هنا على الشمال برضو. وبعدين بصغرها. بعمل من هنا هيقفلها برضو. لكن انا مش عاوز اقفلها من هنا ده انا عايز اقفلها من هنا. فبضغط على زر الخروج بشوف هيتنفي الصح ولا لا? فعلا بيقفل البرنامج. خدوا بالك وانا عامل رن كمان في حاجة لازم اولوكو عليها. لو انا عامل رن. يعني دلوقتي انا مش عامل رن انا في التصميم. تبع عرف منين انا في الرن ولا في التصميم? عارفها ازاي? عارف دلوقتي اقول لكم دلوقتي. كده اخد وقت. فوق لازم. تمام? فده الايه? اه انا دلوقتي فين? في في الرن? ليه? هتلاقي الميموري العدات بتاع الميموري شغال على مين? ودي مش دي لعلامة الرسائق دي. علامة البوز والسطوب. البوز يعني التوقف موقت والسطوب يعني يقاف البرنامج. يعني البرنامج دلوقتي انا متأكد ان هو اثناء التشغيل. اثناء التشغيل. فبق لو ضغطت هنا هيوقفه برضه. بس ده ده مش للمستخدم. ده ليه كمبرمج? لكن للمستخدم لازم اعمله زر اسمه زر الخروج عشان يخرجني من البرنامج. او اكتب خروج بس بلاش زر الخروج دي عشان ممكن نعملها ده عشان هنبقى مبرمجين شاطرين فنقول الخروج او الخروج من البرنامج كده. نكتب على الخروج من البرنامج. ونخلي لونه اسود زي ما كان افضل. اه المفروض. بتاعه اسود لان يبدو ان هو كانه اه اللينك بتاع الايه? بتاع الويب. باللون الازرع انا زي اللينك بتاع الويب. طيب. ده بالنسبة طيب دلوقتي انا عندي الويندو اللي هي الفورم عفوا الفورم اللي هي الويندو دي اللي اللي وراء اللي هي دي اللي هي الاصل بتاعنا البرنامج كله شغال عليها دي. عايز اتحكم فيها شوية. اتحكم فيها ازاي? اضغط هنا في اي حتة فاضية. فمتأكد ان ايه المربع المربع الابيض. ده ممكن اكبر دي اصغرها. اا اخدوا بالكو لو صغرتها لازم انقل اللي هي خلاص لازم انقل دي شوية عشان ايه? اصغر هنا شوية. اكبر شوية يبقى لازم ازبط الدنيا. طيب ده اكبر واصغروا كده. طيب الازرار دي ممكن اتحكم فيها. ممكن اتحكم ان انا اظهر بعض الازرار او فيها. من هنا هتلاقي في حاجة اسمها اهو. هتلاقي في حاجة اسمها وماكسمايز بوكس. ممكن نخليها او نختار من هنا فولس. ونضغط او نختار من هنا فولس. اللي اتنين شايفين اتشالوا من البرنامج بتاعي. وكمان في حاجة مهمة جدا لو احنا بنعمل ران دلوقتي. هنلاقي ان ايه? ان الشاشة وهي طلعة بتطلع على الشمال كده. يعني في مكان مش مزبوط. يعني طب انا عايزة في نص الشاشة. بقى لازم نغير الخاصية بتاعت ستارت اب. ستارت اب هتلاقي هنا. ستارت اب. سكرين سنتر سكرين. هنختار سنتر سكرين. فحيطلع لي الشاشة في المنتصف. نعمل ران كده. ونشوف الشاشة فعلا تطلع في المنتصف. هي لوحدها. تزبطت بحيس انها تطلع في المنتصف. اضغط الخروج من البرنامج. او الزر بتاع الخروج من هنا. ممكن كمان اعمل الحالة بتاعتها تكون يعني ايه يعني اول ما تطلع تكون مالية الشاشة. ايه اعملها ازاي? من هنا في حاجة اسمها اه ستارت اب ويندوز ويندوز ستايت. الويندوز ستايت لازم اخليها يعني ملء الشاشة بملء الشاشة. فانا لو عملت دلوقتي هتبقى بملء الشاشة. شايفين? ملت الشاشة كلها. بملء الشاشة. يعني تملى الشاشة كلها. اول ما البرنامج يفتح زي ما تشوفوا في البرنامج بتاعت الصيدليات والمخازن والحاجات دي تلاقي على طول الشاشة الكبيرة مفتوحة دي باختارها من اه ويندوز ستايت. من ويندوز ستايت. طب دلوقتي احنا يعني دلوقتي غطينا معظم الحاجات اللي احنا عايزين نغطيها في الواجهة الرئيسية. خلاص اتعرفنا على الواجهة الرئيسية وشوفنا صندوق الادوات والنموذج وازاي نغير ونبدل. وعرفنا وماكسيمايز بوكس. طيب. كمان فيه التكست بوكس. تكست بوكس. تكست بوكس عبارة عن ايه? عن مكان ادخل فيه بيانات. اهو. اه تكست بوكس. ده. هاخده وحطه فيه بيانات. يعني لو حابب ان انا حط فيه بيانات. عايز اجمع رقمين. اضرب رقمين. عايز المستخدم يدخل اسمه. عايز المستخدم يدخل لتاريخ ميلاده. الحاجات دي كلها ممكن استخدم فيها التكست بوكس. طبعا اه هو تاريخ الميلاد بيحتاج حاجة تانية اسمها كالندر. بس خلينا منقول التكست بوكس لو هندخل بتاريخ الميلاد يدوي. يبقى اه محتاجين تكست بوكس. اي حاجة هنكتبها المفروض تكون في تكست بوكس. طب التكست بوكس برضو ليه بعض الخصائص اللي ههم اخدوا بالكم. واحنا بنختار. نضغط هنا وبعد كده نبص. هنلاقي تكست بوكس ونبدأ نختار الخصائص بتاعها. اهم خاصية في التكست بوكس. مش التكست المرة دي ممال ايه? حقول لكم الخاصية دي دلوقتي. اللي هي المالتي لاين. يعني ايه? يعني ممكن ده يكون اكتر من سطر. يعني يقبل اكتر من سطر. وبطبيعة الحال هو بيقبل سطر واحد. لكن انا ممكن اخليه يقبل اكتر من سطر. اهو. لو انا عملت كده وروحت اعمل وكتبت هنا. وكتبت هنا مسلا اهو اي حاجة كده. اي فين? اهو. نقل على السطر اللي بعده. لكن تعالوا هنا تحت. بكتب اي كلام بلاقيه. ما بينقلش على السطر اللي بعده. يبقى ده وده مالتي لاين. مالتي لاين يعني اسطر متعددة. يعني ممكن يقبل اكتر من سطر. وفيه حاجة اسمها السكرول. السكرول برضو. اللي هي اللي هي السكرول بارز. نسموها. حتشوفها دلوقتي. راحت فين السكرول. هتلاقيه في الاول. اهي. السكرول بارز. السكرول بارز اللي هي حنشوف دلوقتي مع بعض. احنا هنختار السكرول بارز يكونوا بط. بط يعني يعني عمودي وكده. احيبان دلوقتي. شايفين? ده السكرول بار. السكرول بار اللي بيخليني اطلع وانزل في الاسطر المفروض ان هو بيشتغل معايا صح. تمام. اخرج من البرنامج طبعا حالة البرنامج كده مزبوطة لازم ايه اروح على الفورم تاني واللي هو اللي هو اللي هو تكون مش مش عشان يبقى شكلها زريف شوية. طب الله احنا عايزين بقى نعمل البرنامج بسيط كده. آآ قبل ما نعمل البرنامج بسيط نراجع مع بعض. احنا شوفنا التكست بوكس والخصائص بتاعته. برضو التكست بوكس اللي هي خاصية اسمها النام اللي هو الاسم. وليه خاصية الفونت اللي هو انا عايز الفونت كبير شوية. والفوري كالر اللي هو اللون. وخاصية يعني هل افعله او ما فعلوش. وآآ خاصية بس دي دي تبع الزر اللي هو البطن. والفيزابل اللي هو يكون ظاهر والمالتي لاين بالنسبة للتكست انه هو يكون يكون يقبل اكتر من سطر. تمام كده? يعني انا مسلا زي ما غيرنا الفونت ممكن نغير الفوري كالر او الفور كالر اللي هو آآ لون الخلفية او لون الكتابة عفوا وبعدين انابل دي يعني مفاعل. يعني مسلا لو عملته كده وخدت انابل دي فين? انابل دي فولس لو خليتها فولس. وعملت ران. شايفين? مش غير مفاعل. ففي خاصية اسمها احنا ممكن نغير الحاجات دي في البرنامج نفسه فعشان كده يعني لازم تبقوا عارفينها. ده بالنسبة الخاصية بتاع ال ايه تاني? والنم خلاص والتكست خلاص عرفناها. والفيزابل يعني مختفي. انا ممكن اخفي يعني مسلا ممكن اظهر ده لو اليوزر ضغط على حاجة معينة. او اخفيه. ممكن من حاجة اسمها خاصية اسمها بيزابل اهي بختارها بخليها فولس. فولس يعني غير ظاهر غير طاهر. فابصها لا ايه مش شغال اصلا. موجود على التصميم لكن في الرند يبقاش موجود. ده اسمه يعني الخاصية اسمها الفيزاب. طيب. اه ده بالنسبة لي الوجهة الرئيسية. ده بالنسبة للوجهة الرئيسية. فاضل لنا حاجات بسيطة ونقف ونقف يعني كده. اه انواع البيانات الاساسية في لغة سي بلاس بلاس. اه اول حاجة يعني الحرف حرف واحد بس. والشورت انتجر اللي هو ارقام صغيرة وانتجر اللي هو رقم عادي. رقم انتجر يعني رقم صحيح ما فوش علامة عشرية. اللي هو رقم انتجر اللي هو رقم انتجر بس اطول شوية بيخزن رقم اطول شوية. والفلوت اللي هو بيحتوي على علامة عشرية. والضبل اللي هو يحتوي على علامة عشرية بس اكتر شوية. واللونج دبل اللي هو رقام ضخمة وحقيقية. لو انا عايز اعرف متغير تعريف المتغير اللي هو المغزن اللي بحط فيه البيانات. بعرفه بالشكل الاتي بقول انتجر اي بان عرفت ايه دهو من النوع انتجر يعني ال ايه دي لازم تقبل فقط ارقام صحيحة زي كده اما اقول ايه بتساوي عشرة معناها ان انا خدت العشرة حطيتها جوه ال ايه ده وعاء البيانات كان انا جايب وعاء كده لو انتم بتاخدوا بالكم من اا عندنا بصوا كده لو لقيت ايه الحاجات دي كلها ليه لان انا مسأل اللي عندي مخزن اا ما بخزنش كل حاجة في نفس الوعاء يعني اا عندي حبوب هخزنها بنفس الطريقة هخزن بها الزيت هخزنها بنفس الطريقة اللي بخزن بها الرز هخزنها بنفس الطريقة اللي بخزن بها الحاجة الساعة طبعا كل حاجة لها وعاء مختلفة عندنا البيانات برضو فيها حاجة اسمها او انواع البيانات الاساسية او الاوعية بتاع البيانات المتغيرات بيسموها اللي هي الاوعية الاساسية اللي بنحط فيها القيام بتاعتنا فالانواع المختلفة كده نكون اتعرفنا عليها في العملية العادية خالص اللي عملية الجمع ممكن اجمع ممكن اطرح في الكود نفسه بتاع السي بلاس بلاس ممكن اعمل علامة جمع فهو يجمع رقمين. اطرح طبعا اه هعرفكم كمان ان الجمع ده اوبرلودد يعني يعني عند وظيفة تانية. اللي هو ايه? اللي هو ممكن يلزق نصين جنب بعض. فممكن يطرح ممكن يضرب ممكن يقسم ممكن يعمل حاجة اسمها باقي القسمة. باقي القسمة تبقى مهمة جدا كحالة ان انا لو عبا اعمل معينة او اعرف اذا كان الرقم ده فردي ولا زوجي. فممكن استخدم باقي القسم. طيب اه انا بالنسبة لي كده يعني اكتفي بهذا القدر النهاردة وان شاء الله نكمل الاسبوع عفوا المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. تمام?